أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحدثنا القرآن الكريم عن صفات المؤمنين المفلحين يحدثنا القرآن الكريم في آيات في بداية سورة المؤمنون عن صفات لبعض الأشخاص الذين إذا تمسكوا بها وصلوا إلى درجة الإيمان ووصلوا إلى الفلاح في الدنيا وفي الآخرة فيقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوسهم فيها خالدون صدق الله العظيم من هذه الصفات التي يجب على كل إنسان يبحث عن الإيمان الكامل ويبحث عن الفلاح في الدنيا والآخرة من هذه الصفات أن يبتعد الإنسان عن اللغو الذين هم عن اللغو معرضون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ما معنى اللغو وما معنى الإعراض الإعراض هو التجنب والبعد وترك الأمر ثم إن اللغو معناه هو الكلام الذي لا فائدة منه الكلام الذي يمس السوء من القول الكلام الذي لا فائدة منه لا ينتفع به الإنسان وإنما قد يسوءه وقد يسوء غيره فإن المؤمن الحقيقي هو الذي يبتعد عن كل قول لا فائدة منه والذين هم عن اللغو معرضون إذا أردنا أن نتحدث عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جعله الله عز وجل لنا القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما حال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يسير عليه نجد الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر كان يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول فاذكروني أذكركم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فكان صلى الله عليه وسلم يداوم على الذكر كان يكثر الذكر ويقل اللغو يبتعد عن اللغو ثم يقصر الخطبة ويطيل في الصلاة ثم الخامسة كان لا يستأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة أو مع المسكين فيقضي له حاجته هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحن مأمورون بأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام فكان يكثر الذكر ويقل اللغو الذين هم عن اللغو معرضون هم الذين فيهم صفة من صفات المؤمنين المفلحين الذين أعد الله عز وجل لهم جنات الفردوس فقال في آخر الآيات أولئك هم الوارثون هم لا يرثون مالا ولا عقارا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار سيدنا معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت قال أوصني أكثر قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها قال أوصني أكثر قال وخالق الناس بخلق حسن إن تقوى الله سبحانه وتعالى والتخلق بالأخلاق الحسنة من مفرداتها ومن أركانها ومن مستلزماتها البعد عن اللغة فإن الكلمة التي تخرج من الإنسان قبل أن تخرج منه هو متحكم فيها وهو صاحبها لكن إذا خرجت تحكمت هي فيه فإذا كانت بخير كان خيرا وإن كانت بشر كان شرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نشكر الله عز وجل على نعمه وعلى أن نختار الطيب من القول إذا تحدث الإنسان لابد أن يكون كلامه حسنا لابد أن يكون منطقه جيدا لابد أن يختار من الألفاظ التي لا تمس غيره بسوء التي لا تضره ولا تضر غيره فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الأحوال التي ينبغي ويجب على الإنسان المؤمن أن يسير عليها فيقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الإيمان ليس كلاما يقال أنا مؤمن أو أنا كذا أو كذا وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ثم الثالثة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أيها المشاهد الكريم إذا أردنا أن نكون من المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالفلاح إن علينا أن نحافظ على هذه الخصال العشرة التي ذكرت في بداية سورة المؤمنون والتي منها الإعراض عن اللغو والبعد عنه واختيار الأقوال الحسنة فإن كل كلمة تخرج من الإنسان إما أن تكون له وإما أن تكون عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل كلامنا لنا لا علينا كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الطيبة مردا جميلا إنه على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته